شايف يا صديقي هنا الموقع ده بيديك كم الموقع ده هنا يقدر يديك لحد خمسة دولار على كل مقالة زي ما انت شايف خمسة دولار هتقدر تحصل عليها فقط من خلالك ان انت تكتب مقاله واعلمك الموضوع ده بطريقة سهلة وبيقولك كمان الدفع هنا من خلال باي بال وموقع زي ده كمان بيديك لحد ستين دولار للمقالة الواحدة وزي ما انت شايف هنا بيقول لك الدفع بتاعه بيكون خلال اربعة وشرين ساعة من الموافقة على المقالة وبرضه بيكون من خلال بايبال طب ايه الشغل ده و ايه الطريقة اللي هنشتغل عليها النهاردة و ايه الكصة بتاعة الشغل ده و هل بيحتاج مني مجهود كبير جدا ولا لأ يا صديقي الموضوع سهل خالص النهاردة حضرتك مش هتتعب اي تعب الموضوع النهاردة سهل والنهاردة فيديو استراتيجية فانعايزك تركز معايا كويس جدا لان انت تقدر توصل لحد 60 دولار للمقالة الوحدة بدون ما تتعب من خلال الزكاة الاصطناعي و مش شات جي بيتي خلي بالك ها انا هشرح تريها مختلفة تماما هتخليك النهاردة تقدر تعمل الارقام دي بكل سهولة كل اللي انا عايزه منك هو انك تعمل لايك على الفيديو ده عايزين نوصل الفيديو ده لالف لايك في اول خمسة ايام من نزول الفيديو علشان اعمل لكم فيديوهات اكتر واستراتيجيات مجانية اكتر واكتر وفيديو النهاردة بدون راس مال انت مش هتوضع ولا هتشتري اي حاجة الشغل النهاردة مجاني وهتقدر زي ما قلت لك تحقق مبلغ بيوصل لستين دولار لكل مقالة واحدة تكتبها وبدون اي مجهود الموضوع حرفين مش هوعد معاك خمس او عشر دقايق بالكتير قوي طيب اه كمان ما تنسوش ان احنا عاملين مسابقة عندنا هنا في القناة وهوريك مين الفيزين معنا دلوقتي في الجايزة او في الموقع او المسابقة اللي فاتت ولو رحنا هنا كده على قناتنا على التليجرام دي التعليقات اللي انا نزلتها ودي الناس اللي فازت معنا في الفيديو اللي فات زي ما انت شايف كده معنا هو ده التعليق التاني الف مبروك وده التعليق التالت اللي فاز معنا وده التعليق الرابع وده التعليق الخامس طيب الناس دي فيه منهم اللي استلم الجايزة بتاعته وفيه اللي لسه متوصلش معايا علشان يستلم الجايزة فياريت تتواصله معايا على التليجرام هسيب لكم القناة الموجودة تحت فادخل اشترك او ادخل سجل في المسابقة وهتقول لي هنا بقى طب وهي المسابقة دي ايه شروطها يعني الموضوع بتاع المسابقة ده انا اشترك فيه ازاي الموضوع سهل جدا وبسيط هو ان انا بقول لك على سؤال في كل فيديو او في كل حلقة بتجاوب على السؤال ده في تعليق وانا بختار من التعليقات خمسة فايزين كل واحد بيكسب معانا خمسة دولار طب في حاجة كمان عشان تبقى فايز ومؤهل ان انت تستريم جايزتك وهي انك تبقى عامل لايك على الفيديو ومشترك في القناة ومفعل الجرس لو انت حضرتك مش عامل الحاجات دي ومش عامل شير كمان للفيديو فانا بختار او بشتغل على موقع معين بيحدد لي الناس اللي عاملها الشروط دي لو انت مش عامل فللأسف انت مش هتكسب فانا عشان اختار خمسة زي ما بقول لك الخمسة دول لازم يبقوا عاملين الشروط كويس جدا لايك للفيديو شير للفيديو اشترك في القناة وتفعيل الجرس والجاوب على السؤال بتاع الحلقة في التعليق طب فين سؤال الحلقة يا عامل تعال اقول لك على سؤال الحلقة دلوقتي وسؤال الحلقة بتاعتنا هو زي ما انت شايف كده ده ايلون ماسك وايلون ماسك ده رئيس تنفيذ الشركة تسلا او صاحب شركة تسلا السؤال هنا كم تبلغ صروة ايلون ماسك سيب لي السؤال فيه او الاسف اللي جابة فيه تعليق وكمل الفيديو للاخر او هتخرج من الفيديو وباكتب التعليف الاخر اهم حاجة دلوقتي ان انت تكمل الفيديو للاخر طيب خلينا نرجع بقى هنا ونشوف الشغل بتاعنا والطريقة اللي هنشتغل عليها النهاردة طيب خلينا كده ندخل على موقع زي ده الموقع ده بقول لك يسمه فاندس فور رايتر خلينا ننزل كده زي ما تشايف هنا بقول لك الموقع ده يقدر يديك واحد دولار لكل بلوك يعني واحد دولار لكل مقالة او تدوينة انت تكتبها طيب الموضوع ده بفلوس هنشترك في الموقع ولا حاجة لا الموقع موقع هنا بقول لك فري سبسكريبشن يعني الموقع اشتراكه مجاني او ان انت تشتغل عليه بيكون بشكل مجاني طيب وبعدين ايه تاني موقع زي ده هنا بيديك اهو الموقع ده واندرز لست ده بيديك هنا على بيبال مبلغ خمسة دولار لكل مقالة تكتبها طيب موقع زي ده بيديك ستين دولار على كل مقال موقع زي ده بقى هنا حضرتك بتدخل على الموقع تكتب مقالات وتخلي مثلا صحابك يشتركوا عندك زي مثلا اكاونت او قناة او حاجة بيقول لك لو انت عندك تمنمية واحد بس مشتركين فانت تقدر من خلال المقالة اللي انت بتنشرها تعمل اربعة تلاف وستمية دولار في الشهر طيب حضرتك هنا لو عندك مثلا مثلا خمسين مشترك بس مش هنقول بقى انت عندك ايه ربعمية وتمنمية لانت عندك خمسين مشترك بس صحابك يعني بيتفرغ على المقالات بتاعتك فانت تقدر تحقق مبلغ بيوصل لمتين وتسعين دولار من الموقع ده فركز معي كويس جدا بقى علشان نعرف ازاي نستغل كل المواقع دي ومواقع اكتر كمان انا هسيبها لك هسيب لك برابط مقالة هنا من موقع ريمون صبري راجل بصراحة محترم جدا وعمل هنا مقالة ده مملك فيها كل المواقع اللي انت تقدر تنشر عليها مقالات وتحصل على فلوس زي ما انت شايفها هي كل ده بقولك ده بيدفع عمية دولار وزي ما انت شايف كل الحفلة دي حضرتك كده ودي مواقع الفريلانس يعني موقع فايفر مسلا تقدر تقدم عليه الخدمة دي بمقابل مادي تقدر تاخد مسلا خمسة دولار مقابل المقالة الواحدة على فايفر وطبعا هنكتب مقالات انجليزي وهعلمك كل ده بالتفاصيل وهنا دي مواقع زي ما بقولك هنا بتنشر عليها المقالات وبتجيب زوار زي الموقع اللي انا قلت لك عليه ده تجيب زوار ويديك هنا ارباح فانا هسيب لك برضو المقالة دي وفيها كل المواقع وبتدفع كام وازاي تتواصل معهم على الايميل وتبعت لهم مقالاتك وكل التفاصيل دي ده كده بالنسبة للتسويق او بالنسبة للارباح هتجيبها ازاي طب خلينا هنا بقى ندخل على الجزء الاهم من الشرحة شباب وهو انت ازاي هنا هتبدأ تجيب المقالات او ازاي هتبدأ ان انت تكتب مقالاتك انزي اعمل لايك دلوقتي لايك 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 او هتنسى لان ده بيساعدني ان انا اكمل وبينشر فيديو الناس اكتر يلا بينا بقى نشوف هنا المقالات هتتكتب ازاي ادخل معايا تاني هنا على الشرح العملي ونرجع بقى على الموقع المحترم ده موقع اسمه Longshot AI موقع Longshot AI ده انا هسيب لك برضو الرابط بتاعه موجود تحت فيه صندوق الوصف موقع محترم جدا ومجاني وفيه بعض طبعا الخدمات المدفوعة ولكن احنا نشتغل على الخطة المجانية واللي بتخليك تقدر تكتب مقالات وتعمل مقارات احترافية باي لغة انت عايزها خلينا ندخل هنا نكتب او ندوس على Login علشان نعمل حساب زي مش هيني بيقولك تقدر تدخل من خلال جوجل او تقدر ان انت تسجل بالايميل انا هنا هعمل تسجيل دخول وارجع لكم على طول هنا او انا بسجل حالي اندخول طبعا انا بريكم وجهي العزيز طبعا عشان ما هادش يوفي الايميل بقى والتفاصيل والبصورة والكلام ده طب خلاص انا هنا سجلت او خلينا نرجع تاني زي مش شاف انا سجلت فبيبدأ على طول يبعدني على الصفحة دي بيقولك اختار هنا يعني انت مين يعني اسمك ايه مثلا فانا ممكن اكتب اسمي او اكتب الباش مدرس برحتي بقى فهم انا هكتب هنا باش مدرس وبكده انا اخترت اليوزر نيم او الاسم بتاعي بيقولك هنا التيم سايز يعني كام واحد شغال معاك في الموضوع بتاع الكتابة هنقول له انا بس واحد فيش مشكلة هنا بيقولك انت عايز تكتب عن ايه يعني الاستثمارات والفلوس والشغل على النت والكلام ده ولا على الالعاب ولا ولا على الاكل والشرب ولا على الانترنت والتكنولوجيا ولا فهم انت والافلام اختار طبعا المجال اللي رياحك والمجال اللي انت حاب تكتفيه انا هكتب هنا على الاستثمار والاموال والكلام ده وادوس هنا على continue وهنا طبعا بيقولك ابدأ اول مشروع ليك ام حاطتلك اسم كده باش مدرس بروجيكت سميه لك على اسمك يعني مفيش مشكلة نقول له create project وهنا احنا وصلنا لحتة دي بيقولك هنا ايه what would you like to do انت عايز تبدأ تعمل ايه بالزبط طب هنا عايز تعمل high quality يعني content او محتوى ال quality بتاعته عالية ولا انت عايز هنا تعمل زي حاجة سريعة كده في دقيقتين احنا نقول له لا يا عم احنا عايزين ايه content المحتوى بتاعه عالي او المقالات تكون احترافية يعني فهم طب فتح معك هنا الخانة دي خلينا بقى نرجع تكده تاني معلش نجيب ال dashboard انا مش عايز بقى لا افتحها دي انا هفتح معك ال dashboard ركز بقى معي عند حضرتك هنا حاجة اسمها auto blog workflow ايه ال auto blog workflow ده يعني حضرتك دي كده زي auto blog يعني هو يكتب لك مقالات بشكل automatic او بشكل تلقائي بدون اي تدخل منك انت بمجرد بس هتديله كلمات المفتاحية او المحتوى اللي انت عايز تكتب فيه عندنا هنا ايه عندنا برضو حاجة اسمها fact gpt زي ما انت شايفه والحلو في الموقع ده انه هو بيديك يعني زي اقتراحات هنا هو والاقتراحات دي مثلا زي عنوين انت تختارها ويبدأ انه هو يكتب لك عنها لما تدوس هنا على كلمة generate والحلو في الموضوع ده انه هو احسن من chat gpt لان chat gpt تقريبا ال data او المعلومات اللي عنده لحد سنة 2021 او 2022 لكن المعقع ده ال data اللي فيه على اللي انا عرفته يعني ان ال data بتاعته وصلت لحد 2023 السنة اللي احنا فيها يعني لو حاجة حصلت مثلا من شهرة ممكن يبقى عارفها فهم قصدي حدث او اي حاجة فهنا تقدر تستخدم fact gpt وتقدر تستخدم ال chat زي ما انت شايف هو المكتوب عليها beta والشات دي زيها زي ال chat gpt بالظبط بس هنا انت عندك gpt4 اللي هو الاصدار version الرابع او الجيل الرابع زي ما انت شاف تقدر هنا تسأله اي حاجة وهيجاوب عليك يعني لو قلت له مثلا اي سؤال يعجبك هتكتبه له هنا وتبدأ ان انت تدوس على العلمة دي ويبدأ ان هو يرد عليك زي chat gpt بالظبط لكن هنا نسخة مطورة وحديثة وهنا ال auto blog اللي احنا كنا جايبينها والauto blog هي دي اللي احنا هنستخدمها وركز بقى معايا كويس جدا عندك كذا طريقة للمقالات اللي هتتكتب بس احنا هنختار يعني الحتة دي كده وهي ان انت تدي له مثلا عنوان المقالة او الكلمات المفتاحية وهو يبدأ بقى ايه ينصق لك ويعمل لك عنوين ويكتب لك فقرات فاحنا هنختار الحتة دي كده هنا طبعا اللغة زي ما انت شايف فيه اللغات كتير جدا بس احنا هنا هنفضل ان احنا هنشتغل باللغة الانجليزية لان دي اللغة المتعرف عليها واللي الجميع يقدر يقراها وإيه اللي المواقع دي بتقبلها يعني المواقع دي بتقبل المقالات باللغة الانجليزية فهنختار هنا اللغة الانجليزية هنا الطوبك بقى يعني عنوان المقالة او ايه الموضوع اللي انت حابب تتكلم فيه فأنا هنا مثلا هفتح جوجل ترجمة عشان موضوع يبقى سهل بالنسبة لنا وأبدأ أقول له والله أنا عايز أكتب مثلا أفضل مثلا عشر طلق للاستثمار في 2023 أهو أفضل خليني بس أغير اللغة أفضل تلت طرق للاستثمار في 2023 هنأخدها هنا باللغة الإنجليزية زي ما أنت شايف وهنبدأ نرجع تاني على الموقع بتاعنا ده ونبدأ نديله الطوبيك أو العنوان الموضوع اللي إحنا عايزين نتكلم فيه هنا بقى نيجي الحتة مهمة جدا وهي الكيووردز أو الكلمات المفتحية وهنا طبعا إحنا بقى عايزين إيه نديله بقى إيه يعني مثلا كلمة إنفست دي كلمة مفتحية فاهم نديله الكلمة دي نقول له والله إحنا عايزين نتكلم عن الكلمة بتاعة إنفست دي ونديله كلمة مثلا إيه العنوان بتاعنا كامل أهو أسف خليني بس أنزل كده والعنوان بتاعنا كامل نغضي هنا كوبي تمام زي ما انتشاف هنا هو بدأ يقرأ الكلام ده أو المحتوى اللي إحنا عايزينه هنا نقول له بس من غير الفين تاتة وعشرين كل دي كلمات مفتحية حضرتك نقدر إن إحنا نستخدمها وممكن أن تتكمل بقى هنا مثلا تجيب له شرط كلمات مفتحية تاني يعني مثلا العمل على الانترنت مثلا نجيب الكلمة دي ندهاي له برضو هو هياخد بقى كل الكلمات المفتحية دي يضيفها طبعا كل مجاله بيختلف فيه بقى الحاجات اللي إحنا عايزينها طيب نديله إيه تاني مثلا نديله كلمة الاس تسمار في العملات الرقمية حاجات ليه علاقة بالموضوع ونبدأ إن إحنا نديله كل الكلام الجميل ده ونودهله هنا ككلمات مفتحية وكلمة سير بقى وير دي يبدأ إن إنت فعلها عشان يجيب لك كلمات هو تانية من عنده أو كلمات لها علاقة بالموضوع اللي إنت طلبه ده طيب هنا بقى بيقول لك إيه الفورمات بتاعت الكلام أو الطريقة الكتابة بتاعتك إنت عايزة تبقى طريقة إيه هقول له طريقة كاجول أو طريقة طبيعية أو طريقة رسمية يعني طريقة الكتابة فهي مصدي هو بيقول لك إنت عايزة طريقة الواحد اللي كاتب المقال ده التصرفاته عملة إزاي فهي مصدي فأنا هقول له هنا والله هنخليها مثلا بطريقة إيه آه ممكن نخليها بتطريقة فورمال فيش مشكلة الطون يعني طريقة الكتابة هل إنت مثلا بتكلمه بشكل مباشر بتستهدف الشخص اللي قدامك ولا بتكلمه بطريقة خليه يتفاعل معاك وكده فأنا هقول له هنا هكلمه بطريقة الانججنج أو التفاعل وادوس هنا على كلمة احنا هنا طبعا في الهيدلاين هيبدأ زي ما انت شاف يحمل معاك الموضوع حرفيا بسيط بياخد بعض الدقايق وبتبدأ ان انت يديك بقى هنا الحاجة التانية اللي هي الاوتلاين الاوتلاين دي حضرتك اللي هي ايه بقى الاوتلاين دي اللي هي العنوين الجانبية يعني انت فاهم قصد ايه تبدأ ان انت تجيب العنوين الجانبية ويعمل لك عليها فكرات يعني طب زي ما انت شايف هنا هو حملهم بيقول لك اختار بقى الهيدلاين الكويس يعني انت ده التوبك الموضوع اللي انت هتتكلم عليه الهيدلاين ده يعني العنوان الرئيسي فانت تنزل تحت هنا هتلاقيه عارض عليك شوية كلام هنا مسلا اكتر اتنشر طريقة مربحة او استثمارية في 2023 مش عارف ايه اختار بقى اللي اعجبك فاهم فانا ممكن اختار مثلا دي اهي خطوة بخطوة ازاي تبدأ تستثمر فلوسك في 2023 تمام طبعا الضعيف في اللغة الانجليزية قدر يترجم الصفحة مفيش مشكلة هنا بيبدأ يعمل سيرش زي ما انت شايف وبيقول لك هنا هو ايه ادي العنوان اللي انت اخترته بقول لك هنا بليز ويت يعني استنى شوية لحد ما هو يجيب لك العنوان الرئيسي ده ويبدأ ان هو يديك الاوتلاين بتاعته هنستنى شوية ونقدر نحضر طبعا ان احنا نجيب الاوتلاين يعني العنوان الجانبية نجيبها ازاي تقدر تدخل هنا على الشات ده تفتحه في صفحة تانية مثلا او حاجة خلينا طب خلاص هو حمل اهو ندوس هنا على نيكست هنا ستيب تو الاوتلاين نقدر هنا ان احنا ناخد بقى ايه او هيبدأ ان هو يعمل لك زي ما انت شايف اهو ده الهيدلاين بتاعنا هو العنوان الرئيسي ده العنوان بتاعنا اللي احنا اخدناه ناخد كوبي مسلا ممكن ندخل نبحث في جوجل عادي اهو بحيس ان احنا نجيب له ايه اه فاهم انت كل دي بقى اوتلاينز يعني مسلا مواضيع جانبية فاهم الفكرة فاحنا نقدر ناخد كل ده الكوبي بقى وندخل لما يقل لنا اه هيدلاين زي ما انت شاف اهو هو كمان جاب لك من نفسه يعني بشكل اوتوماتك بعض الاوتلاينز او بعض العنوان الجانبية من عند اهو فيش مشكلة نقول له هنا ولو انت حابب تزود من عندك يعني انا حابب ازود واحد كمان عنوان جاني بي اقوله زود يا عم هنا واقول له بقى انا عايز بالعنوان الذي انا لسه اخد كوبي من شي ايه ده فاهم فبرحاتنا بقى هون اقول له هنا او اعمال لي البلوج او اعمال لي المقالة بتاعتنا هيبدأ يحمل معك زي ما انت شايف تحت اهو الموضوع زي ما انت شايف بياخد ايه من خمس لعشر دقايق مش اكتر من كده وهنا مسامي لك البروجيكت بتاعك اهو الباش مدرس بروجيكت انت ممكن تساميه باسم المقالة او اسم التوبك اللي انت عايزه زي ما انت شايف بدأ يكتب معلم ايبدأ بقى يكتب المقالة الموضوع بالنسبة لنا سهل وبسيط خالص طيب عمام ما يكتب بقى المقالة او يخلصها ادي شايف ادي ده الهيدلاين او العنوان الرئيسي ده اللي بالليسود اللي تحت ده وده دي عنوين جانبية او اللي هي الاوتلاين زي ما انت شايف كل واحدة وتحتها الفقارات بتاعتها هنا حضرتك هيتفضلك ايه هيتفضلك ان انت تجيب سور للمقالات دي في مواقع كتير جدا تقدر ان انت تجيب من عليها سور وهسيب لك المواقع دي موجودة في لينكات اسفل صندوق الوصف والمواقع دي مواقع بدون كوبرايت يعني بدون حماية تقدر تاخد الصور وتستخدمه بشكل منجاني وما حدش هيقول لك الصور دي بتاعتي فمواقع كتير جدا زي بيكس ابي وبيكس ارت ومواقع كتير جدا هسيبها لك موجودة تحت في صندوق الوصف تاخد من عليها سور خاصة بالحاجة دي تكتب برضو هنا العنوان او انفستمنت مثلا ان اه 20-23 الاستثمار في 20-23 وتبدأ تبحث ويجيب لك سور اللي هي علاقة بالاستثمار والبيتكوين والكلام ده كله هنا انا بديك مثال انت تقدر تكتب اللي انت عايز وتقدر تكتب مثلا هنا عن الاطفال تقدر تكتب مثلا عن اي حاجة تعجبك يعني الموضوع من نسبة لك ايه هيكون سهل طبعا هنا انا اسف ان الكاميرا قلقت او في مشكلة في التصوير انا اسف جدا طب خلينا هنا بقى نشوف هو عمال يحمل اهو زي ما انت شايف هنستناه يخلص عشان يبقى خلص المقالات كلها موضوع زي ما قلت لك ما بخدش يعني مجرد اي هنا خلاص خلص اهو يقول لك انت كده تمام خلصت والمقالة بتاعتك جاهزة هنبدأ ان احنا هنا ايه ناخد بقى الايه المقالة اللي احنا عملناها زي ما انت شايف كده هوا نقول له هنا تمام stay here خليني هنا في الصفحة دي طيب ركز بقى معايا في الجزء ده كويس جدا هو بيديك هنا زي score يعني بيقول لحضرتك هنا المقالة بتاعتك دي متوافقة مع السيو زي ما انت شايف سيو يعني محركات البحث بنسبة 70% يعني هنا المقالة دي فيها كلمات جامدة جدا تقدر ان انت لو نشرتها تعدي وتجيب score محترم جدا والمقالة دي يعني خالية من اي ايه اي كوبرايت وتقدر ان انت تستخدمها بشكل يعني ايه تاخدها كوبي كده شكرا بقت بتاعتك وليك الاحقية ان انت تستخدمها بشكل مجاني واخدها هنا كوبي بس الخطوة اللي انا عايز اعملها معلم هي خطوة كده اضافية لان انت هنا بتشتغل مع مواقع احترافية وممكن يبقى عندها زي روبوتات تكشف ان انت كتبت الموضوع ده بالزكاء الاصطناعي طب احنا ازاي بقى نخلي بالنا من الموضوع ده هتدخل هنا على الموقع اللي هسيبولك ده برضه والموقع ده اسمه hide my ai وحضرتك هتدخل هنا كده تحطله المقالة دي بست تسخله المقالة هنا اللي انت خدتها او اللي انت عملتها بالموقع التاني وتقول له هنا hide my ai يبدأ ان هو يطلع لك في الخانة التانية دي نفس المقالة بس هو بقى عدلك على اسلوب الكلام بتاعها عشان ما يبانش ان هي مكتوبة من خلال ال ai او من خلال الذكاء الاصطناعي وهنا طبعا بتختار لغة المقالة زي ما احنا شايفين فانا هنا اخترت الانجليز هي هدوس على hide my ai ويبدأ ان هو بقى يعمل حضرتك ايه يعمل حضرتك يحمل كده ويبدأ يطلع لك بقى المقالة زي ما قلت لك ويطلع لك المقالة بنسبة يعني زي ما قلت لك طبعا تعمل اكاونت انا هنا مش عامل اكاونت انا شغال من على الوجه الرئيسية فطبعا مش هيطلع لي حاجة فانت لازم هنا تبقى اعمل اكاونت فانا بوريك بس الفكرة اسيب لك برضو رابط الموقع ده هيتطلع لك نفس المقالة زي ما قلت لك ويعيد صياغة المقالة دي بشكل كويس جدا وما يحسسكش ان هي معمولة من خلال ال ai او من خلال الزكاء الاصطناعي وده حاجة محترمة جدا هتخلي ان المواقع دي تقبلك ببص يعني في سنية لا سنية طب ده كده كان زي ما انت شايف الشرح بتاعنا والطريقة بتاعتنا اللي تقدر من خلالها ان انت تكسب من خلال كتابة المقالات ومقالات زي دي مقالات احترافية وباللغة الانجليزية وكتبتها زي ما قلت لك هي بتنسيق كويس وبعناوين والموضوع جميل زي ما نشايف وتقدر تجيب سور من المواقع اللي هسيبها لك تحت فيه صندوق الوصف وتقدر تزود كلام لو عايز او تقلل براحتك خالص اللي انت عايز تعمله تقدر تعمله وانت كده خلاص ما بقاش قداما غير بس ان انت تدخل على المواقع دي وتبعت لهم المقالات بتاعتك او تسجل في مواقع زي ده وتنشر المقالات دي بتاعتك كل يوم بشكل مجاني انت عملتها وتبدأ تخلي الناس تدخل تتفرج عليك واشتركه عندك ويبدأ ان هو يجيب لك ارباح من خلال المقالات بتاعتك كل ده ولو عايز له فيديو تاني بالتفاصيل اقدر اشرح لكم ازاي تسجل في المواقع دي وازاي تبدأ تكسب منها وابدأ ان انا اعمل لكم فيديوها التانية ما تنسوش قناة التليجرام برضو هسبالكم تحت اللي فيها الفيزين والفيديو ده يكون معنا برضو خمس فيزين والشروط هنعيدها مرة تانية الشروط سهلة وبسيطة الشروط بتاعتنا هي ايه الشروط بتاعتنا هي انك تعمل لايك للفيديو ده اشترك في القناة وفعل الجرس اعمل شير للفيديو واخر حاجة هي انك تجاوب على سؤال الحلقة اللي هو ايلون ماسك هو رئيس التنفيذي لشركة تيسلا كم صروة ايلون ماسك سيب لي الاجابة في تعليق وشكرا انك وصلت لحد لوقت ده من الفيديو ما تنساش توصل الفيديو ده الف لايك في اول خمسة ايام من نشره والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتقابل ان شاء الله فيديوهات جديدة هتلاقي كل الرابط موجودة تحت فيه صندوق الوصف شكرا شكرا